تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي تم خلاله تبادل التهاني والتبركات بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والعزة والرفعة ترجمة نانسي قنقر